موسيقى مساء الخير الكل يتكلم في هذه الأيام عن مشروع عربي قديم لكنه بدأ يصبح أو يأخذ منحى دولنا نوعا ما الناتو العربي هذا المشروع الذي يسميه دونالد ترومب الناتو العربي تم الكلام عن أسماء أخرى الحلف استراتيجي للشراق الأوسط ميسا تم الكلام عنه في القمة الإسلامية الأمريكية عام 2017 لكن هذه المرة أخذ بعد عسكري أولا حصل في اجتماع في الكويت والثانيا بعد سياسي حصل اجتماع في نيويورك وزراء خارجية هذه الدول من هي المرشحة للناتو العرب والدول الخريجي الست بأكملها إضافة إلى نصر والأردن ثماني دول تتقاسم أشياء كثيرة لكنها تختلف أيضا على أشياء أخرى الناتو العربي هذا المشروع بينما هو ممكن وما هو مستحيل نقاش هذه الليلة في أبعاد مع الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخريج للدراسات استراتيجية في لندن والأستاذ يسري حسين الكاتب والصحفي سينضم إلينا من عمان اللواء الدكتور فيز دويري خبير عسكري استراتيجي ولنسمع أيضا وجهة نصر واشنطن ينضم إلينا من هناك لاحقا الأستاذ جو ماكرون وهو مباحث في الشؤون الأمريكية الناتو العربي الممكن والمستحيل بعد الفاصل دكتور عمر الحسن حضرتك خبير جدا في هذا العمل العربي المشترك منذ أن كنت مدير مكتب الجامعة العربية في لندن وخصوصا حضرتك في مركز الخريجي الدراسات الاستراتيجية تركز في دراساتك على مسألة التكامل الخليجي لم نكن نحلم أننا بإمكاننا أن نتحدث عن حلف عسكري بين أي دولة عربية واخرى فما بالك إذا كانت هذه الدول هي ثماني دول إلى أي مدى هذا المشروع بإمكانه أن يرى النور أنا غير متفائل حقيقة بهذا المشروع خاصة أن الاقتراح جاء من البلايات المتحدة ومن إتراب شخصيا هذا من جهة إلى جهة أخرى حقيقة الإنقسامات الحاصلة على مستوى الوطن العربي وبالذات بين دول الخليج وبينها وقطر وفي نفس الوقت حددوا أهمية أو هدف هذا الحلف سيكون لمجابهة إيران وطبعا هناك دول كثيرة لا تريد مثل هذا الحلف أن يكون ضد إيران إذا كان هذا الحلف يضم دول مجلس التعاون الخليجي هناك موقف عماني مختلف هناك موقف قوتي مختلف هناك موقف حقيقة قطري تحالفي مع إيران فكيف يكون مثل هذا التحالف يعني أن يرى النور إذا كانت مثل هذه كيف فهمت أن رؤساء الأركان يجتمعون في الكويت مع الولايات المتحدة وطبعا بومبيو وزير الخرج لا أحد يجتمع مزار الخرج هل كل ذلك مسايرة للأمريكيين؟ مسايرة للأمريكيين طبعا الدول الخليج والدول العربية التي اجتمعت استمعت الأمريكان الآن الأمريكان يطلبوا عقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية مستوى وزراء الدفاع أو الداخلية يجتمعون لكن لكل دول من دول الخليج لها وجهة النظر يعني الدول المتفقة حقيقة إلى حد ما هي دول ثلاث دول الخليج اللي هي السعودية والإمارات والبحرين الكويت تحاول حقيقة أن تكون في موقع الوسط بالنسبة لعمان لا تستطيع أن تكون حقيقة ضد إيران هناك تحالفات وهناك مواقف مؤيدة لإيران مع عمان والعكس صحيح بالنسبة لقطر قطر دولة حقيقة خرجت يعني من السرب السرب دول المنجس التعاون الخليجي وتتصرف كأنها دولة قائمة بحالها ومن هنا لا أرى أن مثل هذا الحلف يعني متوقع حقيقة أن يصل إلى يعني بر الأمان والنجاع يعني هذه من النقطة النقطة الثانية للولايات المتحدة حدفها أساسي أن تدخل أن تدخل إسرائيل في هذا الحلف ولا أعتقد أن دول الخليج تقبل هذا أو حتى مصر والأردن يقبلوا بهذا الموضوع صفقة القرن القادمة ويرون حقيقة أن مثل هذا قد تقود إلى موضوع صفقة القرن بعد أن هذا الحلف حقيقة أن يدخلنا في صراع سن الشيئي ونحن لا نريد أن يكون هناك صراع أدخل في تفاصيل أكثر حول مواقف كل الدول أستاذ يسرح حسين طبعا مصر كمان جزء من هذا التحالف مصر والأردن خارج منطقة الخليج علما أن الموقف المصري بنسبة لإيران أيضا موقف متحفز وسطي علما أيضا أن الموقف المصري بنسبة حتى لحرب اليمن كان متحفزا وسطيا كيف تفهم موافقة مصر على أن تكون جزء من هذا التحالف بالتأكيد مصر مع التوافق العام لكن كم مصر كان لا وجد نظر مبكرة جدا عندما وصل الرئيس على فتاح سيسي الحكم للدعوة لتشكيل قوة عربية وقوة عربية تنطلق من المفهوم القومي المصري الذي انطلق أيضا في الخمسينيات الذي رفض الأحزاب حزب حلف بغداد وكل الأحلاف التي تتعو إليها الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك منطق مصري يعتمد على الوطنية المصرية وأيضا على مفهوم القومي العربية أن الولايات المتحدة ليست طرف معنا وإنما هي أحيانا ضدنا وممكن أن نرى ما حدث في العراق وما حدث في ليبيا فالولايات المتحدة بتقف على الضد لماذا لم يتم الاستماع إلى المقترح المصري ومقترح جدير بالاهتمام كان جدير بالاهتمام وجدير بالدعم والمساندة لأنه يملك الحل فالحل هو في قوة عربية وليست في قوة خارجية تحدد لنا من هو العدو ومن هو الصديق بالتأكيد نحن نبني استراتيجية العداء مع الدول التي تتجه نحونا بالعداء أما الدول التي نحن معها في حزام أمني إقليمي لابد أن نتوافق ونبحث عن المشترك بيننا وبين إيران أشار أشار دكتور عمر الحسن إذا الموضوع الحساسي في الموضوع الإيراني كيف تقيم نوعية العلاقة بين مصر وإيران حاليا؟ تأكيد مصر حزر جدا من التورط في أي مغامرة مع إيران لتجنب المنطقة الدخول كما قال الدكتور عمر في صراعات تقوم على أساس مذهبه أو عقائده نحن قوة التحرير وفعلنا لأنه تمت الإشارة إلى هذا التحالف بصفته تحالفا سنيا هذا الطرح بالتأكيد هو يحمل متنقلات خطيرة نحن مع التحالفات التي تقوم على أساس تحريري إننا ننظر إلى إسرائيل لاست لأنها دولة يهودية وإنما لأنها دولة مستعمرة للأرض الفلسطينية إنها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي بشكل العام لذلك أيضا كل القوى التي نتحالف معنا نتحالف معنا تلك القاعدة يعني هناك مثلا تركيا موقفنا من تركيا والآن في التدورات الأخيرة تتضح أن تركيا موقف معادي للقومي العربية والأمن العربي طبعا تركيا ليس جزء من الناتو العربي علينا أن نبني تحالفتنا على مسألة العداء ومسألة المصالحة مع الدول الصديقة التي تضمن أمننا ليست الدول التي تشكل تهديدا للأمن القومي العربي الأمن القومي العربي الآن يتعرض لمخاطر رهيبة خصوصا بعد تفقق العراق بعد داع ليبيا بالحرب في اليمن في كل ذلك ملفات خطيرة فعلينا أن يكون هناك منظومة فعلا عربية تعتمد على القوة العربية وتستسمر المال العربي والخبرة العربية ولا تعتمد على طرف آخر يهددنا باستمرار ويشهر بنا وعلينا أن ننظر إلى الحملة التي قادها الرئيس ترامب ضد المملكة العربية السعودية في حملة تشهير غير قادعة لأي قيم أو لأي اعتبارات لا اعتبارات انتخابية داخلية اعتبارات داخلية أنا أريد أن أذكر أيضا أن هذا الحلف سمي بالحلف استراتيجي للشرك الأوسط بتصغير ميسا وكان في تصريحات للرئيس ترامب مؤخرا تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة أن تتولى بنفسها أمن هذه المنطقة وبالتالي على هذه الدول أن تبدأ بتحمل هذه المسؤولية هذا طبعا يطرح أسئلة كثيرة حول الموقف العربي وحاول أنه ضرورة أن يكون العربي تشكيلي ناتو معين لا أعرف إذا اسمه ناتو أو لا لكي يأخذ بعين الاعتبار أمنه الذاتي يريد أننا أيضا أن نذهب إلى الأردن طالما الأردن هو أحد الدول المرشحة لتكون عضو في الناتو العربي سألنا مجموعة من الأسئلة على لواء دكتور فايز أدويري وخبير عسكري واستراتيجي من هناك سألنا أولا ما هو موقف الأردن من إمكانية خيام تحالف الناتو العربي فكان له هذا الجواب يعني أولا في الفترة الأخيرة نحن بدأنا نعيش ظاهرة تشكيل التحالفات بدأت بالتحالف الدولي لمحاربة الأرهاب ثم التحالف الإسلامي ثم التحالف العربي في اليمن وجميعها لم تحقق النتائج المرجوة والآن تم طرح اللي هو ناتو عربي أمريكي أو التحالف الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في مسمى آخر الموقف الأردني هو جاءت الأردن ومصر من خارج توليف الدول الخليج العربي والأردن رسميا رحب بذلك بالإضافة إلى بقية الدول أعلنت ترحيبها وكانت الكويت والتي لها علاقات محددة مع إيران الجميع رحب بذلك رغم أن أهدافه جاءت ضبابية أهدافه تتحدث عن مقاومة المد الإيراني إنشاء منظومة درع صاروخي تدريب القوات الجيوش في المنطقة ومكافحة الإرهاب إذن هو كان ثمرة لتحول في إدارة ترامب عن إدارة أوباما أوباما حاول إجراء ما يطلق عليه الإنسحاب الإستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط لصالح منطقة جنوب شرق آسيا عندما جاء ترامب بهذا الأمر وترامب كان هو وراء فكرة إنشاء التحالف الإسلامي الذي بقي حبرا على ورق لإنسحاب مجموعة من الدول منه خاصة مثل باكستان على سبيل المثال أقول هو محاولة لإنشاء تحالف برعاية وقيادة أمريكية يخفف العبء المالي والعسكري عن أمريكا بحيث تتولى قوات الدول المشاركة فيه وقدرات الاقتصادية في إنجاز هذه المهمة لمواجهة بين جوسين التغول الإيراني طبعا تتكرر في الولايات المتحدة وخصا على لسان الرئيس ترامب مسألة أن العبء المالي أن الولايات المتحدة تدفع وهذا كلام غير حقيقي وكأنها تقدم خدمات خيرية في الشرق الأوسط كما توجه إلى كوريا الجنوبية وإلى اليابان وإلى الحلف الأطلسي بنفس الخطاب لكن أريد أن أفهم منك دكتور عمر الحسن خريطة الثماني دول هل هناك سر لماذا ثماني دول فقط وليس أكثر من ذلك ولماذا هو عربي ولم يذهب باتجاه تركيا الباب مفتوح لدول أخرى يعني ما سكروا الباب حقيقة أمام دول أخرى لتنضم لهذا التحالف يعني ممكن تنضم بريطانيا ممكن تنضم فرنسا ممكن تنضم تركيا ولهذا السبب حقيقة يعني كانوا فاتحين الباب الجميع بهذا الخصوص دول عربية وغيرها لمن حقيقة يرى في إيران دولة معتدية دولة تريد أن تحيمن حقيقة على المنطقة ومن هنا يعني ما كانت محددة فقط بالثمن دول اللي هي دول المجلسة أشار دكتور عمر إلى موضوع العلاقة الملتبسة بين بعض الدول وإيران يعني الموقف الواضح كما أشار تمامه الموقف السعودي الإماراتي البحراني بقيت المواقف إما مواقف قريبة من إيران أما معتدل وسطي متحفز على الموضوع كيف يمكن إقناع إيران أن هذا الناتو هو فعلا مخيف ضدها؟ رد إيران على هذا الحلف أنها فاشل لن ينجح ولن تمر حقيقة مثل هذه الأمور على بعض الدول المنطقة وأنا أتفق حقيقة مع هذا التحليل خاصة أن من يقود العمل كيف تفهم أن الولايات المتحدة ترسل إشارة حسب تقييمك إشارة ضعيفة ضد إيران؟ الإشارة التي أرسلتها الولايات المتحدة بلسان ترامب على أساس أن إيران تهدد الأمن القوم الأمريكي كانت واضحة وصريحة وقوية واتخذ خطوات بعدها انسحب من الاتفاق النووي فرض عقوبات على إيران وبعدها أعلن عن موضوع التحالف التحالف وجد هناك بعض الترحيب من بعض الدول دول الخليج يعني اللي هي رحبت في هذا إنما أرى أن هذا الحلف ولد ميتا لن تستطيع الدول الخليج والدول العربية الأخرى مصر والأردن أن يتفقوا مع ترامب أمريكيون يتحدثون عن قمة قادمة في أوائل العامة تحدثت عن قمة في أكتوبر وفشلت ويتحدث الآن عن قمة أخرى في يناير ولا أعتقد أن مثل هذه القمة ستحدث خاصة بعد التصرفات المسيئة اللي قام فيها ترامب ضد السعودية حقيقة طريقة لاتبع فيها هذا الأسلوب طريق لا تليق لا في رئيس الولايات المتحدة ولا يمكن قبولها على المستوى السعودي في شكل الإبتزازي غير المطلوب نعم أستاذ يسرح سين في هذا الشأن أيضا هل بقية الدول التي حضرت بما فيها الرافضة والقريبة والمتحفزة مع إيران وأنا طبعا حتى مصر والأردن وعمان وقطر والكويت كل ذلك كان برأيك تمرين ديبلوماسيا لمسايرة هذا الحليف في واشنطن بالتأكيد هناك تصور عربي لابد من التضامن مع الولايات المتحدة أو الانتزاج معه في الرؤية الأمنية لكن أرى أن الولايات المتحدة داخل أي حلف هو بالتأكيد غير صالح الأمن العربي تماما على الإطلاق يعني علينا أن نشهد أن الولايات المتحدة الأمريكية صعدت ضد دولة مثل العراق وغزلت العراق ودمرت العراق وكان من تدمير العراق نتائق خطيرة جدا أنه هو زيادة هذا التوتر الطائفي الذي لم يكن موجودا على الإطلاق في الحكم العراقي أو في السنوات وطبعا الحلف ليس تحالفا مع الولايات المتحدة هو تحالف من أجل مواجهة إيران بمعنى أو بآخر هل لهذه المنطقة مصلحة أن ترفع لواءا معينا إقليميا محليا يقول لإيران أن هناك تحولات عسكرية في هذا الشأن نحن نواجه إيران على قواعد الأمن العربي وليس على تصورات الولايات المتحدة الولايات المتحدة تصورات لديها مشوشة ومضطربة علينا أن ننظر أن من فجر هذا المد الأصولي الخطير في المنطقة الولايات المتحدة عندما دغلت أفغانستان شجعت هذا الطيار ودعمته بالسلاح وبالتدريب وأصبح الآن هو أكبر خطر يهدد المنطقة والأمن على المنطقة الولايات المتحدة وقفت وراء ما حدث في أفغانستان ودمرت أفغانستان تماما لصالح هذا الفريق الذي هو انتقل إلى العالم العربي وانتشر كالوباء يدمر كل ما حدث خلال 100 عام من تطور ومن تنمية في العالم المدني وفي الحقوق المدنية فوجود الولايات المتحدة داخل أي تحالف أنا أعتقد أنه يهدد هذا الأمن ومن الخطأ الانصياع للولايات المتحدة الأمريكية وعلينا أن تكون هناك سياسة عربية قومية تعتمد على القوة العربية وعلى التضامن العربي أولا وأخيرا ونترك الموضوع الإيراني للقوة العربية وليس لأي قوة خارجية للمنطقة سنحاول أن نناقش أكثر في هذا الشأن فقط لتذكير بالمعنى الواقع الولايات المتحدة جزء من سياسيات المنطقة جزء من ما يحصل كما أشرت تماما في العراق في سوريا في لبنان في كل المنطقة وبالتالي يجب عدم إهنال دورها وبالتالي التعامل مع مقاربتها سواء أحبابنا ذلك أم لا سنفهم أكثر عن موقف الولايات المتحدة في استقبالنا لضيف من واشنطن بعد الفاصل أبعد في القسم الثاني أنية العرب الممكن والمستحيل مع ضيوفنا في لندن وفي بعض العواصم أنتقل إلى واشنطن من أجل ذلك جو مع كارون أهلا وسهلا بك باحث في الشؤون الأمريكية طبعا نحن استضفناه قبل التسجيل وسألنا حول هذه الفكرة التي انطلقت في قمة الأمريكية الإسلامية التي قلنا أنها عقدت في 2019 على أي أساس حاليا تستند واشنطن لإقامة هذا التحالف ولماذا مع هذه الدول بالذات فأجاب يعني هي فكرة قديمة كما ذكرت تعود لسنوات ليست جديدة في هذا الإطار عاد ترامب إحيائها لأن كان هناك فكرة له أن يسحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل سريع فكان هناك نقاش داخل الإدارة محاولة لإقناعه بمدير بأن بعض الدول العربية مستعدة للاستثمار في هذا الموضوع كان بالأموال أو كان بجنود فبالتالي كانت هذه الفكرة لمحاولة إلى حد ما لشراء الوقت من عدم إصرار ترامب على الانسحاب الفوري من سوريا هذه الدول تم اختيارها لأنها بطبيعة الحال هم حلفاء واشنطن الأساسيين في المنطقة طبعا هناك تساؤلات كثيرة عن المدى النجاح يعني هذه الفكرة في الفترة المقبلة نتيجة التطورات الإقليمية نتيجة أيضا عدة يعني ظروف إقليمية معروفة لكن الفكرة موجودة يعني سنرى كيف ستتطور في المرحلة المقبلة دكتور عمر الحسن هل مقابل هذا الجهد الأمريكي حاليا بفرض عقوبات يعتبرها ترامب أنها عقوبات تاريخية ضد إيران بالمقابل ليس هناك هناك خطة أمريكية هناك ممانعة أوروبية لكن العرب أين في هذا المجال وإيران هي جارة العرب لا نفهم أي موقف يتخذونه في هذا الشأن أليس الناتو العرب وهي مناسبة لإرسال إشارة عربية معينة أن هؤلاء العرب لديهم موقف سلبي ضد السلوك الإيراني في المنطقة طبعا المقاطعة الدول الأوروبية وكل الدول حقيقة ستتبع نفس الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أوروبا أن تخفف من لهجة أمريكا أو من العقوبات المفروضة على إيران شريطة أن تتجاوب إيران مع ما تطلبه الولايات المتحدة فيما يتعلق في الصواريخ البلاستية هذا من جهة أخرى الدول العربية قطعا تأذت كثير من إيران يعني تدخلها سواء كان في لبنان سواء كان في سوريا سواء كان في العراق سواء كان في اليمن سواء كان في البحرين أو السعودية أو حتى في الكويت اللي هي واقفها الحياد الدول العربية تأذت كثير يعني تريد أن تجد يعني مثل هذه الضغوط على إيران أن تغير من موقفها وتسلك مسلك الدول الدولة الحضارية التي تحترم حقيقة جيرانها ولا تتدخل في شؤونهم إنما الدول العربية ستطبق حقيقة كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة خاصة من ناحية مالية هذا من جهة ومن جهة أخرى في 4 نوفمبر ستبدأ حقيقة العقوبات فيما يتعلق في النافط وبعدها بشهر ستكون هناك عقوبات أخرى بفرض عقوبات على بعض رجالات الحكم في مطقة الخليج تم عتب كبير على الولايات المتحدة عندما قامت إدارة الرئيس باراكو أوباما بالتفاوض من أجل إخراج الاتفاق النووي من وراء ظهر أهل المنطقة لدينا نفس الشعور حاليا أن هذا التصادم الأمريكي الإيراني الذي قد يتحول إلى حرب أيضا يأتي دون أي انخراط للمنطقة أو دون أي تشاور مع هذه المنطقة نحن لا نريد حقيقة أي حروب في المنطقة من جديد يعني إذا صار فيه هناك تفاهم أمريكي إيراني قطعا ستكون دول الخليج طرف في المباحثات وفي التفاهمات لن تكون حقيقة على الطريقة الأوبامية أوباما تصرف وكأنه تآمر على دول الخليج ومن هنا أقول أنا أوباما قد تكون وضعه مختلف لأنه الآن اللي يتحالف مع أوباما في موقفه من إيران هي دول الخليج دول الخليج وقفت موقف حقيقة داعم للموقف الأمريكي في مقاطعته لإيران ولهذا السبب وافقت على الحلف يعني في كل ما بمجرد ما أعلن ترامب عن الحلف رحبت فيه وفي نفس الوقت عقدت القمة مع ترامب في شهر 5 2017 بحضور 43 دولة إسلامية موجودين يعني دول الخليج حقيقة تبنت ودعمت موقف ترامب في هذا الموضوع بالذات أنا لا أعتقد أي تفاهم بصير مستقبلا مع إيران سيتم تجاهل دول الخليج والدول العربية بشكل عام كما تجاهلها أوباما وإدارة أوباما في هذا الأمر أريد أن نعود إلى واشنطن سنسأل من جديد كما كنا سألناه أستاذ جومع كارون حول أن ترامب يتحدث هذه المرة عن تحالف عسكري في المنطقة لأسباب أمريكية ويريد أن يستقيل أو يخفف العباء الأمريكية هل تعتبرون أن الأمر جدي إلى هذه الدرجة لمواجهة ما تسميه الولايات المتحدة أخطار إيران في المنطقة؟ يعني ليس بضرورة جدية لأنه ليس هناك نية عسكرية أمريكية لإرادة إيران وليس أيضا هناك نية عربية في هذا الإطار المشكلة أنه إذا نظرنا إلى مناطق النزاع في سوريا ليس هناك متاح الفرصة لنشر قوات عربية لسيما أن نظام يمسك كثير من المناطق وهناك مناطق في الشمال حيث الكوات الكردية بدعم أمريكي فأين سيتم نشر هذه الكوات في حال تم تشكيل هذه الكوات؟ العراق نفس الأمر طبعا هناك اليمن حالة خاصة وهناك أي قوات تحالف موجودة هناك الآن فبالتالي القدرة على الردع العسكري محدودة لكن نعم هناك قدرة على التحالف السياسي ولكن هذا أيضا محدود لأن أمريكا هي تلعب دول أساسي فيه ودول عربية يعني لن تتمكن من المساعدة كثيرا في هذا الملف أستاذ يسر حسين في وجهة نظرك حول موضوع الناتو العربي وكأن هذا المشروع الذي قد لا يصدق يعبر أيضا عن موقف هذه المنطقة الملتبس والمتباين في موضوع إيران بغض النظر عن موقفنا من الولايات المتحدة وفعلاته الولايات المتحدة ألا ترى معي أن الموقف العربي غير واضح في القمم العربي وفي اجتماعات وزارة الخارجية العربية هناك من يتردد وهناك من يتحفظ أمام موقف حقيقي ضد أخطار حقيقية يفترض أنها تمارس ضد دول حليفة لن نقول شقيقة كيف تفسر ذلك؟ هذا طرح مهم جدا حقيقة أن هناك السياسة العربية نتيجة غياب التضامن غياب الرؤية الواضحة الاستراتيجية الشاملة كان هناك في الستينيات موقف معين من الأصدقاء ومن الأعداء كانت هناك استراتيجية تضم الدول العربية سيحتواجه بخصوم وبمنافسة خطيرة لكن كان هناك التصور ما عن من هو العدو ومن هو الصديق الآن المسألة حصل نوع من التشوش ومن الإطراب نتيجة أيضا موقف الإيراني موقف الإيراني كما قال الدكتور عمر موقف خطير جدا تدخل إيران في الدول العربية يعني في سوريا وفي لبنان وفي اليمن بهذا الشكل محاولة تغيير الأنظمة في المنطقة العربية محاولة تحريك التناقض الشيعة السنية هذه تلك خطيرة لالتمام نحن نقف محاولة رغم كل هذا الخطر لم يكن هناك إجماع في إدانة إيران لأن هناك دول تنظر إلى مصالحها أولا لا تنظر إلى الأمن العربي بمفهوم شامل الأمن العربي هو ضمان أمن المنطقة لقد ترقنا سوريا تضيع وتسقط بهذا الشكل نتيجة أيضا هذا الفهم وهذا التناقض لم نقم علاقات قوية تحمي سوريا أو تحافظ على أمن العراق وإنما حدث نوع من الإطراب ومن التشتت ومن تدخل الملفات بين السوري ما هو سوري وبينه هو محافظ تقليدي هذه القضية بالتأكيد لابد من تجاوزها والاتفاق على تضامن عربي يضمن أننا الآن حاليا لا تعتبر أن الناتو العربي حتى بمستوى التقني بمعنى تقنيا عسكر فقط مع بعض بإمكانه أن يكون نواة لتهديد حقيقي عربي ضد هذا الخطر الإيراني إشارة قاسية من هؤلاء العرب ضد إيران أولا إيران من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية هي في حالة ضعف وليس في حالة قوة نحن علينا أن نغفل كل تلك التصريحات القوية لكن إيران غير قادرة على التدخل لأنها غير قادرة على التأثير في المحيط الحولي هي تأثير سياسي وتحرك طواقف معينة لكنها غير قادرة يعني الاقتصاد السعودي أقوى من الاقتصاد الإيراني والقوة العسكرية السعودية أقوى من القوة الإيرانية لذلك التلويح بأن إيران هي الخطر وأن إيران ممكن أن تتغلب عن المنطقة في 12 دقيقة كما قال ترامب هذا هراء سأحاول أيضا أن أفهم من الأستاذ فايز الدويري اللواء فايز الدويري سألناها أيضا هل تشعرون أن المشروع طبعا السؤال سأسأله للجميع بس هل هذا المشروع فقط تهويلي إعلامي وسببه واشنطن أو مصدره واشنطن أم أنه بإمكانه أن يكون نواة كما سألت الأستاذ يوسري لحلف عسكري أكبر في حال قررت واشنطن فعلا التراجع عن دورها في أمن المنطقة لا نستطيع أن نعطي إيجابي قاطعة لأن التجارب تبعث على اليأس والقنوط جامعة الدول العربية التي أصفها دائما بأنها ولدت ميتة وضعت مشروع مع اسمته معاهدة الدفاع العربي المشترك وفشلت في تحقيقه في تسعينيات القرن الماضي كان هناك اقتراح أردني بإنشاء قوة عربية أطلق عليها الفيلق العربي تم تطويرها إلى فيلقين فيلق في منطقة آسيا العربية فيلق في منطقة إفريقيا العربية من أجل حفظ الأمن القوم العربي وحل النزاعات البينية وأجهضة الفكرة ثم جاء التحالف الدولي شاركت به عدة دول من ضمنها الأردن والإمارات والسعودية وغير ذلك وفي النهاية خرجت جميحة وبقيت أمريكا ثم جاء التحالف الإسلامي من حوالي 37 دولة ولم نرى منه شيء ثم جاء التحالف على اليمن والأردن كان مساهما حتى المغرب ساهمت والكل انسحب قد احتمال أن ينجح ولكن احتمالات الفشل أكثر من احتمالات النجاح دكتور أمار الحسن حضرتك عملت في الجامعة العربية كنت سفيرا لها في لندن هل بالإمكان التصديق أو بالإمكان حدا حتى أن نعتبر أنه بالإمكان تشكيل تحالف عسكري دون أن يكون ذلك مستندا على وجهة نصر واحدة سياسية مقارنة بتجربة الناتو الغربي دول عديدة غربية لا تتناغم في السياسة والدليل حاليا هذا عدم التناغم بين أوروبا وواشنطن ومع ذلك القوات العسكرية قيادات الأركان الإمكانيات العسكرية جاهزة تقنيا لتعمل ضد أي عدو مشترك هل بالإمكان حتى مقارنة بتجارب سابقة يعني في وضعنا الحالي حقيقة أنا متشائم في وضعنا الحالي للدول العربية صعب جدا تشكيل الحلف يعني يستطيع أن يقود دول المنطقة إلى بر الأمان يعني هناك دول بعض الدول حقيقة متفقة يعني مثل مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا تقدم فيه وللأسف الشديد لم ينجح لأسباب حقيقة مسؤولة عنها مصر لأن مصر تقدمت في هذا المشروع بدون التشاور مع الدول الأخرى يعني فلو تشاورت قبل ما تتقدم في هذا المشروع وتعلن عنه وتبدأ حقيقة يعني الردود الإيجابي إلى مجرد المجتمع ورؤساء الأركان لأول مرة نفضل الاجتماع ولم يعود برة أخرى لأنه ما كانتش حقيقة هذه الأمور مدروسة نحن نؤلن عن أمور غير مدروسة كل الأمور يجب أن تكون مدروسة هذا من جهة من جهة الأخرى الإرادة السياسية ليس موجودة هل يمنع بغض النظر على الإرادة السياسية هل يمنع تقنيا من إنشاء نواة عسكرية لهذا الجيش من هذه الجيوش دون أن يكون متفق بالسياسة بالنهاية السياسة التي ستقود هذا التحالف لكن على الأقل فليتدربوا سويا فليتحضروا سويا السياسة مختلفة فكيف ترسل جيوش أو ترسل لتدريب أو يتفقوا على تقنية واحدة موجودة في خلافات خلافات عميقة وفي نفس الوقت لا أحد يثق في الآخر ما هي هذه المشكلة يعني أنا أقول حقيقة فيه هناك بعض الدول مثل مصر، الأردن، السعودية، البحرين، الإمارات فيه خمس دول حقيقة متفقة على الأقل فيه سياسي واحدة سواء كان داخلية أو خارجية تستطيع مثل هذه الدول أن تعتمد على نفسها وتشكل هذه النواة وما ذلك لم يحصل فيه تحالف استراتيجي سواء كان هذا أمني، عسكري، سياسي، اقتصادي إلى آخر تبدأ إنما نعتمد على اتفاق الدفاع العرب المشترك فولدت ميتة لأنه حقيقة لم تنفذ شيء يعني الحلف الوحيد حقيقة اللي نجح يعني فيه واللي أنا أستطيع حقيقة أن أذكره هو موضوع حرب تحرير لكويت اللي هو كان فيه تحالف عربي ودولي في هذا الموضوع وحرروا حقيقة وللمفارقة برعاية أمريكية وبرعاية أمريكية نحن لا نريد أمريكا لأنه أمريكا حقيقة خذلتنا في كل المواقب، في كل الإدارات يعني مش بس ترامب ترامب وأوباما وكلينتون وبوش وكلهم يعني بجوز يكون الفترة الوحيدة اللي كان فيها هناك ممكن يكون كلينتون اللي حاول إلى حد ما وفشل طبعا في تهدئة المنطقة وإيجاد حلول يعني سلمية في المنطقة وما يكونش فيه هناك حروب لا نريد أن نعادي إيران ولا نريد أن نحارب إيران ونريد أن نبقي على علاقاتنا قويسة مع الولايات المتحدة لكن نريد أن نعتمد على أنفسنا وفي نفس الوقت نجابح إيران على الأقل بالإقناع طبعا يعني هناك قصة أخرى فيما يتعلق في موضوع سوريا من الذي أوصل الحال السوري الآن إلى ما وصلت إلى الجامع العربي من الذي أوصل الحال الليبي إلى ما وصلت إلى الجامع العربي اللي هي يجب أن تكون الحامي والراعي لكن تركت الأمور للناتو وتركت الأمور المجلس الأمن اللي هم يلعبوا في المنطقة وشاهدنا ما ونشاهد لازلنا ما نشاهده وحقيقة الوضع في سوريا واللضع في ليبيا من هنا أقول يعني موضوع تحالف فكرة تحالف عربي الآن على الأقل لو نبدأ في الدول اللي هي قريبة لبعض اللي أنا ذكرتها وبعيدة عن أمريكا فيما يتعلق في التحالف نتعاون مع أمريكا في حفظ الأمن في المنطقة مشاركتها في هذا الموضوع توحيد نوعية الأسلحة حقيقة اللي نحن تستخدمها هذه الدول مع بعض وهي مصادرها مختلفة منها واللي الآن مصادرها مختلفة الفرنسية البريطانية الأمريكية الروسية الصينية إلى حده هذه أمور كلها ما بتقدر تعمل من هذا الموضوع فيما يتعلق في الناتو العربي لازم يكون ويعتبروا أنه سيسلك مسلك الناتو الأوروبي أو الغربي طبعا هذه دول كلها تتحافظ على أمن الأعضاء اللي فيها نحن نتآمر على أنفسنا يعني قطر الآن تتآمر على الدول الأخرى وتعتبر أنه مظلومة وتعتبر أنه هي محاصرة وتعتبر أنه هي مقاطعة مع أنه اللي بدأ في هذا الموضوع كيف أنا أطمئن لدولي عضو في الجامعة العربية أو عضو في مجلس التعاون الخليجي وتتعاون مع دولة أخرى زي إيران التي هي عدو لدول منطقة وتتآمر عليها أو تتعامل مع إسرائيل وتتهم هذه الدول أنها تتعامل سأحاول أن أناقش معك أيضا هذه المسألة أن الولايات المتحدة استطعت أن تجمع عسكر 8 دول ووزراء الخارجي مما فيهم قطر وما زالوا يعتبروا أن هذا الأمر ممكن تنفيذه رغم هذا الخلاف إلا إذا كان فيه أي مشروع أمريكي لإنهاء هذا الخلاف بعد الفاصل أناتو العربي الممكن والمستحيل أبعد في القسم الثالث سأتوجه من جديد إلى واشنطن سألنا الأستاذ جو معكرون حول أن تهران أشار ضيوفنا إلى أن تهران استخفت بهذا المشروع واعتبرته يعبر ليس عن نواية عدوانية عربية بل نواية عدوانية أمريكية هذه المرة هل برأيك واشنطن تحضر لإمكانيات الحرب وتلوح بهذا الناتو كأداة من أداة الحرب؟ لا أعتقد أن الحرب ليست في مرحلة حرب مباشرة بين قوات تقليدية الحرب التي دائرة الآن إلى حد ما بين إيران وأمريكا هي حرب عبر وكالة لا أمريكا ولا إيران يريدان بمواجهة مباشرة تؤثر لسيما على قوات الأمريكية وعلى سلامتها في المنطقة فبالتالي هناك حرب بالوكالة الآن على المستوى السياسي في بعض الأماكن على المستوى العسكري المحدود فبالتالي ليس هناك مواجهة هناك حرب نفسية حرب إعلامية بين إيران وأمريكا نرىها في التصريحات من البلدين في الفترة الأخيرة لكنها لم تنعكس حتى الآن توتر عسكري أو إعادة انتشار عسكري أو أي تحركات عسكرية في هذا الإطار فبالتالي نحن في هذه المرحلة يعني اختبار النواية إعادة قواعد الاشتباك على المستوى السياسي بعد طوي صفحة أوباما إلى حد ما وصدر كيف ستطور لكن ليس هناك أعتقد قدرة للدول العربية أن تخلط حروب مباشرة مع إيران في هذه المرحلة سألنا أيضا الأستاذ معكرون حاول أن القيادات الأركان اجتمعت في الكويت وزاء الخاجي طبعا كما هو معروف اجتمعه في نيويورك ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة هل ستستطيع أن تمأسس كما هو الناتو العادي أم أنه فعلا فقط فقاعة إعلامية وممكن أن نقول أنها جزء من الحمل الانتخابي الانتخابات النصفية في بيئات المتحدة أجاب يعني طبعا المأسسة هي تحدي كبير لهذه الفكرة يعني هناك تجارب سابقة في جماعة عربية أو في مجلس تعاون خالجي لم تكن بالضرورة ناجحة من الصعب مأسسات هذه المجموعة الكبيرة من الدول العربية لكل لديها خاصيتها لكل لديها الرغبة في أن تكون لديها قدرة السيطرة على قواتها فبالتالي المأسسة صعبة يعني علينا أن ننتظر ما هي هناك خلافات معروفة بين الأعضاء هناك يعني وجود أو ضرورة لدفع أمريكي دائم لتطوير هذا الملاف لا يمكنه أن يتطور بنفسه بدون رعاية أمريكية دائمة ولا أعرف لأي مدى سيكون هناك رغبة طويلة الأمد للأمريكيين في هذا الأمر ما يحتاجه الأمريكيون بشكل أساسي هو الكوات العسكرية والتمويل فبالتالي التمويل قضي قد لا يكون تحدي كبير لكن نشر الكوات العسكرية من دول أساسية في المنطقة سيكون تحدي إذا كان هناك ضمانات أوسع وكما ذكرت سابقاً مناطق النزاع أصبحت مقفلة إلى حد ما في العراق وفي سوريا والنشر الكوات العربية ليس متاحة متاحة الآن حتى لو كان هناك موافقة أمريكية في المطمون أستاذ يصلح حسين طبعاً جرى نقاش حول الموقف المصري من موضوع الحرب في اليمن هناك تضامن مع مشاركة متحفزة نوعاً ما لم نشعر أن المصريين متحمسين لأي تدخل خارج الحدود المصرية بسبب الأمن المصري الحالي هل هذه المرة بإمكانهم طالما اقترحوا مشروع لتحالف عربي من نوع آخر أن يكونوا أداة أو نواة لتحالف اسمه هذه المرة أن يتعارب لكن بإمكانه أن يكون دعني أقول حلاً وسطياً ما بين الخيار المصري والخيار الذي يقدمه ترام يعني مصر بالتأكيد مشاركة في التحالف العربي في اليمن وجود البحرية المصرية في البحر الأحمر قدرة مهمة لكن كما تعلم أن مصر دايها خبرة عن التدخل في الحرب في اليمن في الستينيات وتلك الخبرة بالتأكيد بتطرح بعض التحافظات على امتقال الجيش المصري إلى اليمن لكن مصر من رأيها أنه ممكن حل الموضوع اليمني عن طريق التفاوت وعن طريق السياسة وضمان سلامة الدولة اليمنية والمحافظة على أمن اليمن بيئة كل تضامن كل القوى الوطنية الداخلية والوصول إلى حل سياسي معين ويدك القضية أن نحن لا نعمق الخلافات بين القوى الوطنية المختلفة وإنما نحافظ على الدولة الوطنية لأن المشروع المضاد الذي تقود قطر وتركيا هو تدمير الدول الوطنية في مصر استنادا على مشروع الإخوان الذي يعطي للجماعة الحق هو لن الجماعة وليس الدولة فالدولة هي كما قال سيد قد عفنة من الطراب فتلك المفهوم الغريب للوطنية عند الإخوان المسلمين يتصادم مع المفهوم الوطني كيف تفهم من خلال هذا التحليل كيف تفهم وجود هذه الدول التي تقاطع قطر مع قطر سواء في الاجتماع العسكري أو في المجتمع وزارة الخارجي هل هو اجتماع تقني فقط بإمكاننا أن نتجاوز الخلافات لمدة ساعة ساعتين وبعد ذلك لا يعني حضور قطر بالتأكيد كان يشكل تناقضا كاملا لأن تلك الدول كلها تتناقض مع المشروع القطري المشروع القطري يطبق المشروع التركي اللي هو الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية بشكل محدد هل الولايات المتحدة تصورت أن هذا الخلاف بالإمكان تجاوزه وهامشه إلى درجة أنه اجتمعه الولايات المتحدة كما قلت لا يسي لديها استراتيجية وإدارة أوباما مشوشة فهو إذا كان يدعو إلى تحالف تقود أمليا ترامب ترامب فهو يهاجم المملكة العربية السعودية ويقول أن نحن نحميها ونعليها أن تدفع من أجل حمايتها ويقول أن العرب يعني ممكن في 12 دقيقة إيران تتغلب على الدول العربية في لحظات سأوحيل السؤال نفسه إلى دكتور عمر الحسان كيف تفهم في علم الدبلوماسي والسياسي هل إلى هذه الدرجة الولايات المتحدة مستخفة بالخلاف مع قطر يعني لو أرادت الولايات المتحدة أن تحل المشكلة حقيقة حلتها من أول لكن هي يعني مستمتعة جدا في هذا الخلاف مستفيدة وفي نفس الوقت تبتز الجهتين أو تحاول أن تبتز الجهتين وطبعا قطر يعني أنا وجود مثل هذا اللقاء الذي يجمع كل دول الخليج ومصر وفي نفس الوقت الأردن على طاولة واحدة أنا مبسوط لأنني أشعر بأمل حقيقي أن تعود العلاقات لكن واضح تماما أن قطر لا تريد لمثل هذه العلاقة أن تعود وتعتبر نفسها أنها قوة سادسة في العالم الآن وبدأت تتصرف وأنها قوة عظمى وهذا حقيقة لا يجوز ولن يجوز بطلقا لأن إيران لن تكون في يوم من الأيام حليف للشعب القطري ولن تكون تركيا في يوم من الأيام مساندة حقيقية كيف فهمت هذا الألية الأمامية؟ هذه الألية طبعا وجود هؤلاء الوزراء ووجود رؤساء الأركان وبالحضور الأمريكي لا تستطيع هذه الدول في وضعها الحالي للأسف الشديد إلا أن تقول نعم نحضر إنما في داخلها الكل متربس حقيقة للآخر في موضوعنا حتى نفهم فقط ترامب ماذا يريد من هذا الناتو العربي أريد أن أفهم نفس السؤال من جومع كارون سألنا هذا السؤال كيف يمكن أن تأتي دول قطرية دول خالجية تقاطع قطر وقطر أيضا هي جزء من هذا التحالف وحضرة الاجتماعات يعني فهمونا الأمريكان كيف يفسرون ذلك؟ يعني طبعا التحدي الأساسي أن هناك مشكلة تنصيق بين الدول الخالجية حتى قبل الأزمة الأخيرة بمعنى لكل دولة لديها حساسيتها لديها نظرتها للأمور لديها حرص على اتخاذ القرارات العسكرية نفسها فبالتالي من الصعب إيجاد قيادة مشتركة لهذه الكوات تتصرف بشكل ممنهج بشكل منظم هذا صعب يعني هناك كثير من التحديات وأثبتت تجربة المجلس التعاون في العقود الأخيرة هذا الأمر فبالتالي نعم التحدي أمام ترامب هو محاولة إقناع كل الأطراف أن تكون مرتزمة بهذا الأدف والنقطة الثانية هو أيضا إقناعها أن مصالحهم هي مدقات عمل المصرح الأمريكية في المنطقة وبالتالي يمكنهم أن يستثمروا في هذا الإيطال لأن هناك تقاطع مصالح هذه الأمور ليست واضحة يعني تقاطع المصالح ليس كبير أبعد من إيران هناك تحديات أخرى يعني معروفة في المنطقة منها عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيليين وغيرها من الأمور يعني فبالتالي نعم التحدي أمام إدارة ترامب هي حرص على إيجاد إجماع وإيجاد أيضا إجماع حول الهدف المشترك لهؤلاء الحلفاء أيضا حاولنا أن نفهم إذا كان هذا التحالف الذي أعلن عنه ترامب طبعا قمنا قلنا من عام 2017 إذا ما جاء تنصيق تحضير لهذه الدول الثمانة ما أنها أتت استجابة وتلبية لهذا الرئيس الأمريكي أجابت اللباء الدوائري دول الخليج العربي يضاف لها مصر والأردن كلاهما موافق لكن السؤال المحير ما هو موقف عمان عمان لم تبدي تصريح واضح لأن عمان تربطها علاقات وثيقة مع إيران ودائما وقفت بالمنتصف ولم تشارك بالتحالف على اليمن هل توافق على أن تكون ضمن هذه المنظومة العسكرية إذا ما كان الهدف منها هو مواجهة إيران لوتنبيرغ أشارت إلى أنه يمكن الاستغناء عنه لصالح تحالف استخباري تحالف استخباري يسد مكان التحالف العسكري تكون إسرائيل رقما صعبا فيه طبعا هذا موضوع دكتور عمر الحسن موضوع إسرائيل وموضوع خجول ملتبس إشاعات ليس رسميا لكن دائما وقد تم الإشارة أيضا أن هذا المشروع بالنهاية يريد أن إسرائيل أن تكون عضوا به على ماذا يعول الأمريكيون في هذا الشأن؟ طبعا يريدون مزيدا من التطبيع مع إسرائيل طبعا هذه خطة ترامب وهذا ما وعد ترامب حقيقة به الإسرائيليين وهذا ما ينتظره حقيقة نتنياهو من ترامب ليضع ضغوطا على دول الدول العربية وبالذات دول الخليج وهذا ما يعني تصرح به إسرائيل بين وقتا وآخر حتى قبل يومين يعني في نتنياهو صرح أن هناك أنباء صارة ستذاع قريبا فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية التي لم تعترف أو ليست لنا علاقة سياسية معها على العموم هذه الفكرة نبعت ليس فقط بالمؤتمر الرياض هذه نبعت في سنة 2015 حينما كان الرئيس المخابرات الأمريكية في وقتها واعلن عن ضرورة إيجاد تحالف عسكري أمريكي فيما بين الجهتين حقيقة دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وطالع هذا كان هناك دراسات له موجودة وترجم هذا وأخرج هذا الموضوع من الملف هو الإدارة ترامب يعني ليس جديدا إنما الهدف الأساسي في كل هذه التحالفات طالما تأتي من أمريكا هو حقيقة بصلحة إسرائيل ومن هنا نقول أن هذا التحالف ولد ميتا لأنه لا يمكن أن توافق دول الخليج وتوافق الدول العربية الأخرى مصر والأردن على أن يكون هذا التحالف فقط لخدمة إسرائيل وطبعا إيران لا نريد أن تكون هناك حروب بيننا وبين إيران لأن الحروب مدمرت المنطقة لا تريد دول الخليج أن يكون هناك حرب هنا أقول أن هذا التحالف ولد ميتا لن يرى النور لن تقم له قائمة وحتى لو عقدت القمة القادمة في واشنطن في يناير القادم لن يكون هناك اتفاق لأنه لحد الآن لا يوجد ميثاق لا يعرف حقيقة كيف سيكون هذا التحالف هل هو على شكل الناتو؟ من سيكون رئيسه؟ شو المعدات العسكري اللي رح تكون؟ شو الساحة المساحة الجغرافية اللي رح هذا؟ يعني كل هذا أمور مبهمة إنما هناك أمور معلنة واللي هي إيران وفي هناك أمور غير معلنة في هذا التحالف اللي هي إسرائيل وإيجاد سني وشيعة خلاف سني وشيعة ونحن لنريد هذا أستاذ يسري حسين في سؤال الأخير إلى أستاذ يسري حول الموقف والموضوع الإسرائيلي طبعا خلال العشر سنوات الأخيرة صدر عن إسرائيل تسريبات وتصريحات ومواقف تبشر بين مجدوجين بأنه خلص التطبيع حاصل وهذا كله لم يحصل وبقى يعني فقاعات وإشاعات إلى أي مدى أيضا هل تستند البلاد المتحدة على معطيات على مزاج عربي لا نعرفه يستطيع أن يستشرف تنصيقا أو علاقات جديدة تكون إسرائيل جزء من هذا المناطق العرب طبعا التطورات التي شهدتها المنطقة حدث نوع من الاختلافات الرهيبة يعني المعارك التي شهدتها المنطقة لم تأتي من إسرائيل هذه المرة وإنما آتت من تنظيمات داخلية شنت حروب في سوريا في العراق داخل مصر أيضا فالعمل الإسرائيلي تراجع نسبيا أنه لم تعد إسرائيل بالنسبة للدول كالدول هي الخطر الحقيقي وإنما هناك خطر ينسف الدول في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن فهذا المنطق يقول أنه يمكن بما أن إسرائيل ليست عدو في هذا الوقت فيمكن التعامل معه على قضايا تهم المنطقة مثل العداء لإيران لذلك اسمعنا كلام من اللواء الدول يتحدث عن حلف استخباري بمعنى أن القوات لا تجتمع لكن بشكل سري هناك تبادل معلومات أتقل أن هذا حادث الآن هناك تبادل المعلومات والتأكيد أن مصر خلال حربها في لكن ليس هذا الهدف الهدف أن يكون معلن أن تكون صصري معلن يعني مصر خلال حرب في سيناء بالتأكيد اعتمدت على معلومات إسرائيلية بالتأكيد ما حدث يقدر في هذا أنا أقول أن الإصراع الحسن في المنطقة بين القوى الوطنية والقوى الإسلامية هذا طرح موضوع إسرائيل أن إسرائيل لم تعد العدو ولكن طبعا بالنسبة لنا نحن أن إسرائيل مزالت الخطر وهي العدو طبعا كنا نناقش في أبعاد أناته العربية الممكن والمستحيل طبعا نحن ملنا إلى الاستحالة أكثر من الممكن أشكرك دكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج الدراسات استراتيجية في لندن أشكرك أستاذ يوسر حسين الكاتب والصحفي كما نشكر من عمان مالأردن اللواء دكتور فيز الدويري الخبيل العسكري والستراتيجي نشكر أيضا من واشنطن جوم عكرون الباحث في الشؤون الأمريكية شكرا لانتباه إلى اللقاء شكرا لانتباه إلى اللقاء